تركيبة معقدة وشخصية ذات طباع غريبة بدأت حياتها الفنية منذ نعومة أظافرها بل واستمرت في تنمية موهبتها الفنية إلى أن أصبحت من أشهر الفنانات السوريات لكنها تثير الجدل باستمرار الواقعة الغامضة بينها وبين الفنان والكفوري أحدثت ضجة غير متوقعة فما القصة؟ ولدت في السعودية وعاشت في سوريا وحصلت على الجنسية السورية بعد عام 2012 لارتباطها بأحد الأشخاص يقال إنه فنان شهير تمكنت من الحصول على الجنسية آنذاك لكنها بدأت حياتها الفنية منذ نعومة أظافرها فمثلت في مصرح المدرسة التي كانت تقع بمنطقة الزبدان في سوريا واستطاعت أن تنمي موهبتها بعد إنهائها الدراسة في المدرسة والتحقت بالمعهد العالي للفنون المصرحية إنها الفنانة السورية شكران مرتجي التي ولدت بمدينة الطائف السعودية عام 1970 وبدأت مشوارها الفني بعدما تخرجت من المعهد العالي للفنون المصرحية لكنها مؤخرا اتجهت لإثارة الجدل غير مرة فكانت من أشهر الوقائع التي أثرت بها جدلا واسعا علاقتها بالفنان اللبناني والكافوري فقد ظهرت بجواره بل إن تصريحاتها عن هذا الظهور بأنهما يقتربان من الظهور في ديو مع بعضهما لكن الموقف الأكثر زهولا بالنسبة لمتابعيها أو حتى لمتابعي كافوري حينما تحدثت عن الخاتم الذي يرتديه أشارت الفنانة إلى أنها تحب الفنان وائل كافوري وعلاقتهما تتميز بأنها مبنية على الصداقة والاحترام بل إن ما تريده هو الاجتماع في عمل قريب بل إنها أردت أن تمازح جمهورها فأشارت في لمحة من تصريحاتها بأنه لا ينظر أحد إلى الخاتم الذي يرتديه وائل لسيما أن الشائعات تنتشر بسرعة غريبة في الأيام الراهنة فكأنها تزيح الستارة بأن الخاتم الذي يرتديه في يده اليسرى ليس بسبب الارتباط بينهما لكنه خاتمه أو خاتم زواجه فالعلاقة بينهما مبنية على الصداقة والاحترام فقط لكن شكرا لم تنتهي عند هذا الحد من إثارة الجدل فاتجهت إلى منصة أخرى من منصات ومسارح إثارة الجدل بأن مهرجان الفضائيات العربية الذي أقيم في إحدى دوراته بمصر لم يشارك به الكثير من الفنانين السوريين فأطلقت رسالة إلى منظم هذا المهرجان تتضمن الرسالة الكثير من الأسئلة عن سوريا ومهرجان ديمشق السينمائي وجلوس الحضور في الصفوف الأولى فكل هذه المظاهر هل يذكرها الجميع؟ بالإضافة إلى مظاهر الاحتفاء بهم والدراما السورية التي جعلت الفنى يستيقظ بجموع الوطن العربية فكل هذه الأسئلة التي طرحتها اختتمتها بجملة غريبة على كل إذا نسيتم فنحن ذاكرون لتنهال عليها التعليقات بعدما أثرت جدلا كبيرا على مواقع التواصل فجاء في التعليقات على رسالتها والله ما عم أحكي عن حالي ممعقول أطلب أتكرم بليس فهموني عم أحكي باسم زملائي فهل من حق الفنان أن يتفاخر ببلاده لدرجة أنه يجحد حق البلاد الأخرى؟ وكيف رأيتم قصتها مع الفنان اللبناني والكافورية؟ اشتركوا في القناة